السلام عليكم اعزائي الصغار ترامي المستوى الثاني المرجع في الرياضيات اذا تتم للفيديو الاول او السجيل الاول لذا توقفنا هنا في هذه العملية العملية الثانية من التمرين رقم ثلاثة اذا دائما الصفحة تمانية وتسعون من الكتاب المدرسي اذا كان لدينا هنا اذا عملية الطرح او تقنية الطرح اذا سبعمائة واثناني ناقص ثلاثة وتسعون اذا الوحدات تحت الوحدات العشرات تحت العشرات المائة تحت المائة اذا اثناني ناقص ثلاثة اثنان رقم صغير لا يمكن ان ننقص منه ثلاثة لان اكبر منه اذا اثنان لا يمكن ان نقص منها ثلاثة اذا قمت هنا باستلاف عشرة ورجع السلف بواحد اذا هنا اصبح لدينا عشر. وهنا اصبح لدينا عشرة. اذا اتنى عشر ناقص تلاتة تسا وتسعة. اذا نلتقل الى خانة العشرات. اذا كان في الاول لدينا هنا صفر. ننقص منه عشرة لا يمكن. لان صفر صغير عشرة كبيرة. اذا سنقوم في المرة التانية ايضا باستلاف عشرة وارجع السلب بواحد. اذا هنا عشرة وهنا واحد. اذا عشرة ناقص عشرة تساوي السفر. وهنا سبعة ناقص واحد تساوي ستة. اذا سبع مئة واتناني ناقص ثلاثة وتسعون تساوي ستمائة وتسعة. اذا سبع مئة واتناني ناقص ثلاثة وتسعون تساوي ستمائة وتسعة. انتقل الى العملية التالتة. اذا مئة وسبعة مضروبة في تسعة. اذا هنا مئة وسبعة. العدد مئة وسبعة تكراراً تسعة مرات لو أردنا أن نحول هذه العملية إلى مجموة إذن نقول مئة وسبعة زائد مئة وسبعة زائد مئة وسبعة زائد مئة وسبعة تسعة مرات لذلك قمنا بتحويلها أو نفضل إنجازها على شكل جدع إذن مئة وسبعة مضربة في تسعة إذن دائماً أقول أن الرقم أو العدد الذي يوجد في الأسفل هو الذي يتحكم في العادة الموجود في الأعلى إذن تسعة ستضرب الوحدات ثم ستضرب العشارات ثم ستضرب المئات إذن تسعة مضربة في سبعة تساوي تلاتة وستون أضع تلاتة وأحتفظ بستة ثم أنتقل تسعة مضربة في صفر تساوي صفر زائد ستة التي كنت احتفظت بها إذن ستة تسعة في صفر صفر زائد ستة ستة تسعة في واحد تساوي تسعة إذن تتذكير جميع الأرقام والأعداد التي تضرب في صفر تساوي صفر مئة في صفر صفر ألف في صفر صفر تسعة في صفر صفر خمسة في صفر صفر جميع الأعداد وجميع الأرقام التي تضرب في صفر تساوي صفر وجميع الأرقام والأعداد التي تضرب في واحد تبقى نفسها مثلا 9 في 1 تساوي 9 5 في 1 تساوي 5 7 في 1 تساوي 7 1000 في 1 تساوي 1000 100 في 1 تساوي 100 إذن لدينا قاعدتين في الرياضيات بجميع الأعداد وجميع الأرقام التي تضرب في السفر تساوي السفر وجميع الأعداد والأرقام التي تضرب في وحد تبقى هي نفسها إذن هنا النتيجة أو الخارج إذن 107 مضربة في 9 تساوي 963 إذن نلتقي إلى التمرين الرقم 4 إذن التمرين الرقم 4 عبارة على شكل مسألة إذن لصنع باقة أزهار لوالدتها بمناسبة عيد الأم تحتاج مريم لـ 24 زهرة حمراء وـ 19 زهرة صغراء كم زهرة ستشتري زينبه؟ أعيد قراءة المسألة أو التمرين لصنع باقة أزهار لوالدتها بمناسبة عيد الأم تحتاج مريم لـ 24 زهرة حمراء وـ 19 زهرة صغراء كم زهرة ستشتري زينب؟ إذن كنت قد قلت في تسجيل الأول في تسجيل السابق أن كلمة أن حرف و في اللغة العربية تعني في الريادية زائد تعني الجمع تعني و تعني الجمع إذن مباشرة سنعرف سنتعرف على التقنية التي سنعتمد عليها لإجابة عن هذا السؤال إذن سؤال كم زهرة ستشتري زينبه؟ ألوّن العملية المناسبة وأنجزها إذن لدينا هنا ثلاث عمليات لدينا 24 نقص 19 14 مضروبة في 19 24 زائد 19 إذن مباشرة سنتعرف على الجواب من معطيات المسألة إذن الذين هنا تحتاجوا مريم لـ 24 زائدة حمراء و 19 زائدة صفراء إذن تحتاجوا إلى 24 زائدة حمراء زائد 19 زائدة صفراء إذن الجواب سيكون كتاب إذن تمرين أربعة إذن البطاقة المناسبة لـ استخراجي الجواب هي 24 زائد 19 ونقوم بوضع العملية لـ 24 زائدة حمراء عموديا إذن 24 زائد 19 إذن الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات إذن أربعة زائد تسعة تساوي 13 أضع ثلاثة واحتفظ بواحد ثم واحد زائد اتنان ثلاثة زائد واحد أربعة إذن ثلاثة وأربعون إذن ستشتري زينب في المجموع 43 زهرة إذن شكرا على تتبعكم أعزائي الصغار ونلتقي في تسجيل آخر لنقوم بالإجابة عن التمارين الموجودة في الصفحة 99 دائما نفس الدرس العمليات الحسابية للسجيل آخر إن شاء الله سنقوم بالإجابة عن تمارين صفحة 99 إذن شكرا لكم على تتبعكم ترجمة نانسي قنقر